اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الاسم المقصور والاسم المنقوس النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاسم الممدود الاسم الممدود يا سيدي هو اسم أخره ألف وهمزة بس كده هو أي نعم بس كده بس في شرط صغنطوط برضو قد كده لازم الألف يجي قبلها حرفان فأكثر ما ينفعش الألف يجي قبلها حرف واحد بس وإلا الاسم ده ما يبقاش اسم ممدود يعني عندك مثلا كلمة ماء ماء دي اسم أخره ألف وهمزة بس ماء دي ما نقدرش نقول عليها ان هي اسم ممدود ليه علشان الالف جي قبلها حرف واحد بس وده ما ينفعش لازم الالف يجي قبلها حرفين او اكتر طب كلمة زي كلمة شاءة هتقول لي دي سهلة دي طبعا ما ينفعش عشان الالف جي قبلها حرف واحد بس هقولك ما شاء الله عليك اجابت الغلط لان شاءة يا استاذ دي فعل واحنا متفقين ان الاسم الممدود لازم يبقى اسم سواء ممدود او مقصور او منقوص كلهم لازم يبقوا اسماء زي عندك كلمة انشاء او خضراء او بناء او صفاء او صحراء الاسماء دي كلها بنقول عليها ان هي اسماء ممدودة ولو انت ملاحظ واكيد طبعا ملاحظ ان كل الكلمات دي عبارة عن اسماء والالف جي قبلها حرفين او اكتر فعشان كده قلنا عليها على طول ان دي اسم ممدود اظن كده انت فهمت يعني ايه اسم ممدود ركز بقى معايا علشان هنتكلم في النقطة المهمة اوي 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 اللي هي ازاي نثني الاسم الممدود ونجمعه جامع سالم والمقصود بالجامع السالم هنا الجامع المذكر والجامع المؤنس قال لي علشان تثني الاسم المكسور او تجمعه لازم ترجع الهمزة لاصلها يا حلاوة هو لم اخذ يعني لو ما فاش اساية ادب مني انا اسف يعني يعني اين رجع الهمزة الاصلة ما تتكلموا كلام عيدل يا جدعان الهمزة بتاعت الاسم الممدود يا سيدي عندنا لها تلات انواع لاما همزة اصلية زي كلمة انشاء وكلمة قراء انشاء دي سهلة من الفعل الناشئة قراء صيغة مبلغة بتدل على كثرة القراءة على وزن فعال هتقول لي ايه ده وعادي كده تبقى صيغة مبلغة واسم ممدود في نفس الوقت هقولك صيغة مبلغة دي تابع المشتقات يعني ممكن الكلمة تبقى اسم ممدود ومشتق عادي او ممكن الكلمة تبقى اسم منقوس ومشتق عادي يعني دي ملهاش دعب دي المهم ان النوع الاول عندي في الهمزة بتاعت الاسم الممدود ان الهمزة دي تبقى اصلية هتقولي طب وانا هعرف منين ان الهمزة دي اصلية ولا لأ هسألها يعني هقولك لا ما تسألهاش لو انت جبت الفعل من الكلمة دي وطلع فيه همزة يبقى الهمزة دي اصلية يعني مثلا كلمة انشاء الفعل الماضي منها ايه نشأة الفعل الماضي فيه همزة اه يبقى انشاء الهمزة اللي في انشاء دي همزة اصلية لان الفعل الماضي بتاعها فيه همزة طب كلمة قراء الفعل الماضي منها ايه قراء الفعل الماضي فيه همزة اه يبقى قراء الهمزة دي أصلية يبقى أنت لما تحب تعرف الهمزة بتاعتك أصلية ولا لأ هات الفعل الماضي لو الفعل الماضي فيه همزة يبقى الهمزة دي أصلية مفهوش همزة هنتكلم بقى دي أنهي نعمة تانيين هتقول لي طب لو الهمزة أصلية إيه الجديد يعني هقول لك ما فيش أي جديد بالعكس لو الهمزة أصلية وإنت عايز تثني الإسم الممدود أو تجمعه كل اللي أنت بتعمله اللي أنت بتحط علامة التثنية وعالمة الجمعة من غير ما تعمل أي تغيير يعني المسنة من إنشاء إنشاءان وإنشاءين وجامع المؤنث إنشاءات تبوا جامع المذكر هتقول لي لأ عندك إنشاء دي غير عاقل ما ينفعش تجمع جامع مذكر سالم على جستي هقول لك لأ مركز يا وله طيب كلمة قراء الهمزة دي أصلية لما نحب نسنيها مش هنعمل أي تغيير هنحط علامة التثنية أو علامة الجمعة المسنة كراءان وقراءين جامع المؤنث كراءات جامع المذكر السالم لأنه عاقل كراءون وقراءين طبعا أون وإين أو آن وإين دي على حسب العلامة الإعراضية مش بمزاجي ها ولا بإحساسي الله يصلح حالك تاني نوع عندنا في همزة الإسم الممدود هي الهمزة الزائدة زي كلمة خضراء وصحراء هتقولي طب وإحنا عرفنا منين يا أستاذ إن الهمزة دي زي إيه دا هقولك طب واحدة واحدة لو إحنا جبنا الفعل الماضي من الكلمات دي هل هيظهر فيها همزة هتقولي لأ الفعل من خضراء خضرة والفعل من صحراء صحرة هقولك جميل جدا جدا ده معناه إن هي مش أصلي طيب عايز تتأكد إن هي زي إيه دا قبل الألف لازم تلاقي الثلاث حروف الأصلية من الكلمة دي يعني الثلاث حروف الأصلية من خضراء إيه خضرة اللي هي الفعل الماضي الثلاث حروف طيب الثلاث حروف الأصلية بتاعت صحراء صحرة صحي كده يبقى على طول الهمزة دي زائدة يبقى عشان نحكم الهمزة دي زائدة ولا لأ لازم قبل الألف يبقى فيه ثلاث حروف من أصل الكلمة يعني لازم الألف والهمزة اللي اتنين يبقوا زائدة هديني بكرر في الحتة دي علشان مهمة قوي قوي طيب لو الهمزة بتاعت الاسم الممدود زائدة ساعتها هنعمل ايه واحنا بنثني واحنا بنجمع قال لي لو الهمزة بتاعت الاسم الممدود زائدة وانت بتثني او بتجمع هتقلب الهمزة لواو يعني لما نحب نثني كلمة خضراء المثنة بتاعها هيبقى خضراوان او خضراوين على حسب العلامة الاعرابية وجامع المؤنث خضراوات طيب وكلمة صحراء المثنة بتاعها صحراوان وصحراوين وجامع المؤنث صحراوات يبقى لو الهمزة بتاعت الاسم الممدود اصلية حط علامة التسنية وعلامة الجمع من غير ما تعمل اي تغيير لكن لو الهمزة بتاعت الاسم الممدود زائدة هنقلب الهمزة الواو وحط العلامة بتاعت المثنة او العلامة بتاعت الجمع بس كده وتالت نوع عندنا من انواع الهمزة هي الهمزة المنقلبة طبعا زمانك عمل بتهرش في دماغك وتقول الراجل ده عايز مننا ايه بالزبط الهمزة المنقلبة اللي هي زي كلمة بناء وصفاء وسماء والمقصود بالهمزة المنقلبة هنا ان الهمزة هنا اصلها واو او ياء يعني منقلبة عن واو او منقلبة عن ياء يعني كلمة بناء اصلها بنية وكلمة صفاء اصلها صفوة طب وكلمة سماء اصلها سموة طبعا انا حاسس بيك دلوقتي وانت عملت قول من غير قصم ولا فاهم اي حاجة علشان كده هقول لك الخلاصة بص يا سيدي لما تحب تعرف الهمزة بتاعتك دي منقلبة ولا لا كل اللي انت هتعمله اللي انت هتيجي قبل الالف وتشوف هل عندك قبل الالف تلت حروف اصلين تعال نجرب كلمة بناء قبل الالف في كم حرف اتنين بس يبقى دي على طول وانت مغمض الهمزة دي منقلبة طيب كلمة صفاء قبل الالف في كم حرف هتقول لي في حرفين بس هقولك وانت مغمض الهمزة دي منقلبة كلمة سماء نفس الكلام يبقى انت المقياس بتاعك اللي انت لو ملاقيتش قبل الالف تلت حروف اصلية يعني معنى كده اللي انت ممكن تلاقي حرفين او ممكن تلاقي تلت حروف بس مش اصلين يبقى وانت مغمض الهمزة بتاعت الكلمة دي منقلبة غير خالص الهمزة الزائدة الهمزة الزائدة كنا بنعرفها ازاي ان الالف قبلها تلت حروف اصلين صح؟ طب هنا بقى في المنقلبة الالف ما ينفعش يبقى قبلها تلت حروف اصلين دي الخلاص يا سيدي وكل سنواته طيبين طيب لو الهمزة بتاعت الاسم الممدود منقلبة نثنيها ونجمعها ازاي قال لي لو الهمزة بتاعت الاسم الممدود منقلبة يبقى انت كده عندك تو اوبشن هتقول لي نعم هقولك قصدي عندك اختيارين لاما تقلب الهمزة واو لاما تسيبها زي ما هي هتقول لي يعني ام تقلبها واو وامت سيبها زي ما هي هقولك ازيولايك اتطورنا كتير طبعا دي حاجة ترجعلك انت يعني ينفع تسيبها زي ما هي وينفع تقلب الهمزة الواو زي ما انت عايز ايه المهم يلا نقرب كلمة بناء الهمزة هنا منقلبة يبقى وانا بثنيها لي خيارين لاما اسيب الهمزة زي ما هي واقول المثنة بتاع بناء بناءان وبناءين والجامع بتاعها بناءات لاما قلب الهمزة الواو واقول المثنة بتاعها بناوان او بناوين وجامع المؤنث بناوات هتقولي لا بس انا حاسس ام همزة ليقة اكتر هقولك لا دي مش موضوعنا يعني مش بالاحاسيس حضرتك يجوز ليك اللي انت تقول دي ويجوز ليك اللي انت تقول دي يعني انتو لو دخلتوا الامتحان واحد صاحبك قلب الهمزة الواو وحضرتك سبت الهمزة زي ما هي وسنت عادي انتو الاتنين صح طيب كلمة صفاء الهمزة هنا منقلبة ينفع نسيب الهمزة زي ما هي ونقول المثنى صفاءان صفاءين والجامع المؤنث صفاءات وينفع نقلب الهمزة الواو ونقول المثنى صفاوان صفاوين وجامع المؤنث صفاوات وكذلك كلمة سماء ينفع نسيب الهمزة زي ما هي سماءان سماءين وجامع المؤنث سماءات وينفع نقلب الهمزة الواو ونقول سماوان سماوين وجامع المؤنث سماوات وفي الكرآن سماء دايما بتجمع على سماوات هتقول الحمد لله أنا فهمت بس إفرد الهمزة كانت منقلبة عن ياء زي كلمة بناء هنا بقى هنقلب الهمزة الواو ولا المفروض نقلبها الياء هقولك لأ أنا ما برجعهاش لأصلها هي القاعدة كده لما تكون الهمزة منقلبة لها حالة من الاتنين لنقلب الهمزة واو سواء كانت الهمزة منقلبة عن واو أو ياء مش بتاعتي لإما نسيب الهمزة زي ما هي وأتمنى أني أكون قدرت أوصل المعلومة لكم إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا بس الدرس ده محتاج من حضرتك مذاكرة حبيتين تمسك الورق أو القلم وتلخص اللي إحنا قلناه وتذاكره وتحفظه عشان تثبت في الجنجومة بتاعت حضرتك ومطرش زي العصافير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم